وفجرنا النضال في 14 أكتوبر نقول نحن هؤلاء المناضلين الفضل يعود للرواد الأوائل الذي قدموا أنفسهم في 26 سبتمبر لتفجير الثورة في تنعاه هذا الضوء، هذا الشعاع هذا الأمل الذي أعطالنا انطلقنا بعدها بعد ما قضينا على الإمامة انطلقنا لناضل وكان كل نثقة طالما تنعى ورانا سننتصر في عدد هنا زاوية أخرى من زوايا الحكاية الخالدة وصورة من صور ثورة سبتمبر نواة النضال اليمني المشترك بلغة الأهداف والقيم والحلم والمصير الواحد يتحدث قادة ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وبإكبار عن ثورة سبتمبر كما لو أنها الأم الملهمة لما بعدها من جولات كفاحية ضد الإمامة والمستعمر السادس والعشرون من سبتمبر مهما حاولت السحب السوداء ونوبات الدهر أن تغيبه أو تحجمه لا يمكن إلا أن يكون يوما لكل اليمنيين يوم التقاء الإرادة والنضال ولم الشتات للتخلص من العبودية والاستعمار وغرس بذرة الجمهورية وحراستها يوم انتصار الذات اليمنية والمشروع الكبير على كل ما دون اليمن فكرة وقيما ومثل ما كان لصنعاء الدور في إلهام عدن كانت قبلها عدن محطة تبلور أفكار الثورة والجمهورية ففي أربعينيات القرن الماضي أسس الثوار السبتمبريون الذين قدموا من صنعاء إلى عدن أول حزب ضد الإمامة تحت اسم الأحرار بقيادة النعمان والزبيرين واصلت عدن بعدها مهمة إنضاج فكرة الثورة وقيادة الوعي باحتضان رجال الحركة الوطنية وأنشطتهم وهناك أسست صحيفة صوت اليمن والجمعية اليمنية الكبرى وصحيفة الفضول ومثل مجتمع اليمنيون على ثورة الخلاص من العبودية والاستعمار التقت الإمامة مع المستعمر وتوافق على وعد تطلعات اليمنيين تجاوزت معالم واحدية الثورة من احتضان عدل للضباط الأحرار إلى مشاركة أبناء الجنوب في الثورة يخلد الرئيس السلال في إحدى شهاداته أنه لولا مشاركة قوات الحرس الوطني التي تضم بصفة رئيسية في صفوفها أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى جانب قوات الجيش وأبناء القبائل والضباط الأحرار لتعرضت ثورة سبتمبر لخطر الإجهاد نجحت سبتمبر بإسقاط الإمامة وألهمت ثوار أكتوبر تأتي الذكرى السابعة والخمسون لثورة سبتمبر في ليلة شبيهة بتلك الليالي التي سبقت الثورة إمامة جاثمة في صنعاء ومشاريع التشطير تقضم أطراف جسد الجمهورية الواحدة ظروف تحتم إعادة السير بذات الطريق والإرادة السبتمبرية باستعادة صنعاء من الإمامة وإعادة بعث روح الجمهورية والوحدة منها وإلى كل أطراف اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر